تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بالإتجار غير شرعي بالمخدرات وتوقيف ستة أشخاص وضبط أربعة كيلوغرامات من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مع حجز خمس سيارات كانت تستعمل في عملية النقل كما تم أيضا حجز مبلغ مالي يفوق خمسين مليون سنطيم من عائدات ترويج هذه المخدرات محمد سعد أراغي في التفاصيل وعلى أية المعلومات مؤكدة ولدت إلى فرقة بحث وتدخل التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت بخصوص نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وترويج المخدرات المؤترات العقلية من إحدى الولايات المجاورة إلى ولاية تيسمسيلت وباستخدام مركبات نفعية ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة حيث تم توقيف خمسة أشخاص وتلت مركبات مع ضبط ما يعادل ألف وثمينمائة غرام من المخدرات كيف معالج بعد التنسيق مع النيابة المختصة تم تمديد الاختصاص وتفتيش مساكن المتوريطين حيث أسفلت العملية على حجز كمية أخرى من نفس المادة قدرة وزنها بـ 80.5 غرام وكمية من مؤترات العقلية قدرة عدده بـ 40 قرص من نوع بريقابانين 300 ميليغرام وأربعة أقراص من المخدرات السربة من نوع إكستازي ومواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تمديد الاختصاص للمرة الثانية لأحدى الولايات الجنوب أين تم توقيف شخص آخر بحوزته 2 كيلو غرام و80 غرام من مخدرات كيف معالج وحز مركبتين تستعمل النقل لهذه السموم